الذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرةً وأجر عظيمة إذا فيما يتنافس الرجال والنساء المفهوم المساوى في الإسلام ليس مبني على الندية وليس مبني على التنافس بين الرجال والمرأة وليس مبني على الصراع وإنه هو مفهوم مبني على التنافس في عبادة الله سبحانه وتعالى التنافس في الصدق وفي الصبر وفي الخشوع وفي ذكر الله وفي الصيام هذه هي الأشياء التي يتنافس عليها الناس عموماً رجالاً ونساء وليس التنافس في أنه سمي بيتر بنيو أو الصراع زي ما هو مفهوم التنافس ومفهوم المساواة في الفكر الغربي وقوله العلاقة بين الرجال والنساء هي علاقة مبنية على الوجه وليس مبنية على الصراع الله سبحانه وتعالى قال في آية 21 في سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم موذة ورحمة إن في ذلك الآيات للقوم يتفكرون فإذا أساس العلاقة من الرجل والماء هو أساس مبني على التراحم وعلى التعامل وعلى التعاضي في خدمة وفي عبادة الله سبحانه وتعالى بالمعنى الأوسع للعبادة وقوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا فالذكورة بالمفهومة هي فضل من الله والأنوسة هي فضل من الله فكل أحد سواء كان رجل أو امرأة هو يمارس ما أتاه الله من طلق في حدود المغدرات التي احتاب الله لها وأيضا المفهوم الزوجية في الإسلام مفهوم مهم جدا لأنه هذه سنة كونية ربنا سبحانه وتعالى خلقنا جميعا من ذكر وأمسة لو كان إنسان لو كان نبات لو كان حيوان فهذه هي سنة الله في الأرض الزوجية هي سنة الله في الأرض والله سبحانه وتعالى أمرنا أن لا نضغى وأن لا نظلم وقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأي علاقة بين الرجل والمرأة فيها أي نوع من الظلم فيها أي نوع من الطغيان وفيها أي نوع من المهارسات الغير السليمة هذه هي بخسران للميزان